السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في أهم درس لتعلم لغة فرنسية في قناتي على الإطلاق من خلال هذا الدرس سوف تحفظ مئة عبارة أساسية كلها تحتوي على مختلف تصريفات فعلي الملكية والكينونة هذا الدرس قسمته إلى أربعة أجزاء لكي تستوعبه على مراحل ولكي لا يكون طويلا جدا وقبل أن نبدأ أريد أن أشير إلى دارورة مشاهدة الدروس بالترتيب وفقا للقائمة التي سوف تجدون رابطها في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق إذا كنت تشاهدني عزيزي المشاهد لأول مرة فأنصحك بالبدء من الدرس الأول في القائمة وأدعوك للاشتراك إن لم تكن مشاركا وأن تضغط زر لايك إذا عجبك الدرس آه لحظة نسيت أن أخبركم بالنسبة للمهتمين بتعلم لغة إيطالية يمكنكم الآن البدء بمتابعة دروس كورس تعلم لغة إيطالية من الصفر للمبتدئين والذي أنزله على قناة الثانية قناة Learn with Asma Academy هيا أعزائي هل أنتم مساعدون لبدء درس اليوم؟ لنبدأ على بركة الله أنا أكون باللغة الفرنسية هي جسوي ردد معي جسوي فعل أتر هو فعل الكينونة لكي أقول أنا أكون هيا كيف أقول ذلك؟ أحسنت جسوي جسوي طالب باللغة الفرنسية ردد معي ردد معي ممتاز الآن قلها جملة واحدة أنا طالب حرفيا أنا أكون طالب أحسنت جسوي اتوديون جسوي اتوديون أنت لطيف أنت تكون باللغة الفرنسية توي ردد معي توي توي كيف أقول أنت تكون؟ جيد توي الآن كلمة لطيف سامباتيك سامباتيك باتيك باتيك سامباتيك أحسنت الآن قلها بصوت مرتفع أنت لطيف هيا عزيزي المشاهد أدعوك أن تكتبها لي في التعليقات أحسنت توي سامباتيك توي سامباتيك هو يكون باللغة الفرنسية إلي ردد معي إلي طويل القامة جران ردد معي جران الآن قل هو طويل القامة باللغة الفرنسية تكون باللغة الفرنسية نقول إلي إلي ردد معي إلي كلمة جميلة هي بال بال ردد معي بال الآن قل هي جميلة أحسنت إلي بال إلي بال جميل بو بو قلنا جميلة بال الآن جميل للمذكر بو هو يكون إلي إلي الآن قل هو جميل إلي بو إلي بو سعيد باللغة الفرنسية هي أغ ردد معي أغ سعيد أو سعداء أغ فعل الكينون مع نو مع نحن نقول نصم نحن نكون نصم ردد معي نصم الآن قل نحن سعداء نصم 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 كلمة دغل دغل تعني مضحك دغل فعل الكينون مع فعل الكينون مع و مع أنتم هي أوكوبي لكي أقول هن فعل كينون مع أل مع هن هو ردد معي مرة أخرى كيف أقول مشغول أو مشغولة أحسنت أوكوبي أوكوبي الآن قل هن مشغولات تذكرون كيف أقول أنا أكون أنا متأخر أنا جائع باللغة الفرنسية أقول جائع أو الجوع هو حرفيا أقول أنا لدي جوع ج هو تصريف فعل أفواغ فعل الملكية مع أنا ج أنا لدي مرة أخرى كيف أقول أنا جائع أحسنت جائع جائع حرفيا أنا لدي جوع اتفقنا أوكي إذن أن تشعر بالجوع نستعمل فعل أفواغ ثم كلمة فن أفواغ فن الآن أنت أنت لديك قلنا أنا لدي ج أنت لديك تيا ردد معي تيا تيا الآن قل أنت جائع حرفيا أنت لديك جوع أحسنت تيا فن تيا فن أنت تشعر بالجوع تيا فن مرة أخرى كيف أقول أنا جائع أو أنا لدي جوع أحسنت جي أنا لدي فن جي فن جي فن كلمة كلب باللغة الفرنسية هي أنشين أنشين كلب أنشين هو لديه أقول إلى إلى ردد معي إلى هو لديه الآن قل هو لديه كلب إلى أدعوك عزيزي المشاهد إلى كتابة كل هذه الجمل في التعليقات لكي تستقر في ذهنك سيارة سيارة هي ردد معي إِلَا إِلَا لكي أقول هي لديها أقول إلى ردد معي إلى الآن قل هي لديها سيارة إلى 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 ردد معي في اللغة الفرنسية هناك طريقتين لكي أقول نحن أقول نو أو أستعمل الضمير هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الضمير على قناتي هيا لنتعرف كيف نصرف الأفعال الطريقة سهلة جدا مثلا فعل أكل يأكله هو فعل مانجي لكي أقول نحن نأكل أقول نو مانجا أو أمانج كما تلاحظون تصرف الأفعال مع أن بنفس طريقة تصريفها مع إل و أل مع هو وهي نحن نأكل أمانج أو نومانجا يعني مع نو نضيف النهاية أم نضيف الصوت أم إلى آخر الفعل ومع أم مع أمانج نحضف الصوت أم في آخر الفعل نصرفه مثل إل و أل اتفقنا؟ فعل دير هو فعل قال يقوله نحن نقول أقول نو ديزن نو ديزن أو ان دي ان دي فعل أفوار فعل الملكية نو زافن نحن لدينا نو زافن أو نقول أنا أنا لا تقلقوا أعزائي سنتدرب على استعمال هذا الضمير جيداً لأن استعماله شائع جداً في العامية الفرنسية أو في المحادثات اليومية كلمة لشانس لشانس تعني الحض لشانس ردد معي لشانس لكي أقول أنا محدود حرفياً أقول أنا لدي من الحض أو أنا لدي بعض الحض جيد لشانس جيد لشانس ردد معي جيد لشانس مرة أخرى قل أنا محدود أو أنا لدي بعض الحض جيد لشانس جيد لشانس أنت محدود أنت لديك هي توا توا إذن أنت محدود توا دلشانس ردد معي توا دلشانس إذن أن تكون محدوداً نستعمل فعل أفواغ ثم عبارة دلشانس دلشانس تذكرون كيف أقول نحن لدينا مع الضمير أن أقول أنا ردد معي أنا كما تلاحظون في جدول التصريفات جي توا إلا 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 أنا أنا لدينا الآن قل باستعمال الضمير أن نحن محدودون حرفياً نحن لدينا الحض أحسنت أحسنت أنت لدينا الحض أنت لدينا الحض ردد معي أنت لدينا الحض العطش هو العطش هو سواف ردد معي سواف كيف أقول العطش سواف سواف لكي أقول أنا عطشان حرفياً أقول أنا لدي عطش جسواف أنت عطشان أنت لديك عطش تواسواف تواسواف مرة أخرى كيف أقول العطش أو أن تشعر بالعطش أحسنت فعل أفواغ فعل الملكية ثم سواف سواف ممتاز نحن لدينا يمكننا أن نقول أنا أنا أو نوزاون نوزاون ردد معي نوزاون الآن بستعمال نوزاون قل نحن عطش أو نحن عطشانون أحسنت نوزاون صواف نوزاون صواف ردد معي نوزاون صواف كيف أقول لدينا بستعمال دمير أن ردد معي نوزاون الآن قل نحن نشعر بالعطش باستعمال نوزاون ممتاز نحن نشعر بالعطش نحن نشعر بالعطش عبارة أنا لدي المال المال باللغة الفرنسية لكي أقول أنا لدي المال حرفيا أقول أنا لدي بعض المال أو من المال جه دلعجان ردد معي جه دلعجان جه دلعجان ردد معي بصوت المرتفع جه دلعجان جه هو فعل أفواخ جه لدي دلعجان من المال أو بعض المال جه دلعجان أنتم لديكم أنتم لديكم باللغة الفرنسية نقول ردد معي مرة أخرى قل لديكم الآن أدعوك عزيزي المشاهد إلى كتابة هذه الجملة في التعليقات كيف أقول لديكم المال كلمة أطفال باللغة الفرنسية ردد معي هم لديهم هي الآن قل هم لديهم أطفال أحسنت لديهم أطفال لكي أقول أنت تكون هي أنت في عطلة حرفياً أقول أنت تكون في عطلة هيا قلها بالصوت المرتفع ثم اكتب للإجابة في التعليقات أحسنت بإستعمال أن نقول أنت تكون في عطلة المرتفع نقول أنت تكون في عطلة المرتفع نقول أنت تكون في عطلة المرتفع أنت تكون في عطلة المرتفع نقول أنت تكون في عطلة المرتفع نقول أنت تكون في عطلة المرتفع الآن قل نحن فريحون أنت تكون في عطلة المرتفع أحسنت الآن قل أنتم مستعدون متعب هي ردد معي تذكرون كيف أقول هي تكون الآن قل إنها متعبة أحسنت إلي فاتيجي إلي فاتيجي والآن مرحلة التثبيت استرخي يا عزيزي المشاهد وردد معي بالصوت المرتفع إلي فاتيجي وزيت بخي وزيت بخي نو سوم كنتان 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 Elles ont un rendez-vous. Ils ont des enfants. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. On a soif. Nous avons soif. On a de la chance. J'ai de la chance. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Nous mangeons. On mange. Nous disons. On dit. Nous avons. On a. Elle a une voiture. Elle a une voiture. Il a un chien. Il a un chien. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Tu as faim. Tu as faim. Tu as faim. Je suis en retard. Je suis en retard. Elle s'en occuper. Elles sont occupées. Elles sont occupées. Vous êtes drôles. Vous êtes drôles. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Tu es sympathique. Tu es sympathique. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ومع سؤال التمييز كيف أقول؟ أنت متأخر لا تترددوا أعزائي في الإجابة على سؤال التمييز وترك إجابتكم في التعليقات كن سعيدة جدا جدا بلقياكم كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد